أكد مجلس أمناء الحوار الوطني ضرورة تنصيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى ويجري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة وستتم مناقشتها بحرية كاملة مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقضي ونظام الثانوية العام الجديد وقرر المجلس لانعقادة يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات الموطن ترجمة نانسي قنقر